ومما أختم به إن بعض الناس تطاول على مثل النبي موسى عليه السلام كالكاتب سيد قطب الزعيم الفاشل ألف مؤلفات كثيرة جداً منا العدالة الاتماعية ومنا كتاب اسمه في ظلال القرآن ومنا كتاب معالم في الطريق وكتب كثيرة جداً أساء فيها إلى موسى إساءات بالغة قال ذلك الزعيم العصب المندفع المزاج وهذا من الأذية لموسى عليه السلام ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فموسى عنده جاه عند الله عنده مكانة وربنا كلمه وكليمه الله وربنا لا يمكن أن يختار إلى رسالته رجل عصب المزاج أبداً ربنا قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ربنا أوصانا أن نقتد بهداهم فكيف يكون عصب المزاج ومندفع وعصب المزاج ده كلام قبيح ما يليغ بين نبي من الأنبياء وهذا يدل على سوء أدف هذا الرجل مع الأنبياء وبعد ذلك الطاول على غيره من الصالحين ومن الأتقياء وسار على ذلك أتباع في المنهج تلقاهم دائما عندهم تكبر وتعاظم على مقام الصحابة وعلى مقام الأنبياء دائما لأنهم بيشوفوا نفسهم أفضل من هؤلاء هم ما سبوهم ساي هم ما سبوهم ساي سبوهم لأنه شايفين نفسهم أفضل منهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ربنا قال لهم الله أعلم حيث يجعل رسالة ديل ما تطاول على الأنبياء إلا وهم ظنين نفسهم إنهم أفضل منهم ولهذا واحد من صفهاء قال لقد نجحت الحركة الإسلامية فيما فشل فيه الصحابة شوفتها شايفين نفسهم أفضل شايفين نفسهم أفضل داك زعيم بيقول لهم كان محمد لا يعرف الطب يعني هو بيعرف طب ولا يعرف اللغات وأنا أتكلم الفرنسي أو أتكلم شنو ما عارب شوف ديل ما سبو الأنبياء إلا لاعتقادهم أنهم أفضل منهم وأكرم على الله منهم فعشان كده تلقى عندهم تطاول تجاسر على الأنبياء في كثير من كتاباتهم وده بيدلك على أن دي ناس أصحب هوى ودي ناس ضلوا الطريق لأن الطريق خلف أنبياء الله سبحانه وتعالى والقدوات المعظمة